انت مدأت كرة ازاي؟ انت كنت في كفر الدوار؟ مدأت كرة وسنك كم سنة؟ من وانا في قولة ابتدائي سبع سنين ودت سبع سنين بس 2 متر كده يعني كنت واكل كويس متغز كويسة فيما كله تازل تلعب في الشرع وليك فرقة وتاع؟ اه طبعا فرقتي وده في منهم اربعة لعب ودوري ممتاز بدأت حارس مرمى ولا كنت بدأت؟ حارس مرمى على طول وعلى زميركك في الاسفلت وكاد لا وعلى الاسفلت لعبت على الاسفلت وفي التراب وفي الارض السودة كان عندنا ارض كده ورى المدرسة هوين احضر حصة واحدة بس نط ونبتدي بقى اللعب من الصبح للمغرب كنت شاطر في الدراسة؟ لحد ما جيت السنوار الراضية لحد ما جيت السنوار الراضية كنت شاطر وبعد السنوار الراضية بقى فاكر انت بقى الثلاث سنين رسوب في السنوية وبعدين الكابتن حسن وداني الصومال معنى نصف عليك كده ولا مرات شبت النتيجة انت مع المتحة والمدار ما هو الف الحلقة بتاعته المتحة كان ليك فرقة يعني كان ليه فرقة كان منهم الحن وبطة الله يرحمه اللعبه دوري ممتاز يعني فرقتنا دي بقى كنا بنلعب على الفكة يعني كنت بتلفوا بقى الشوارع اللي جنبك والكلام والعزب والحيطة اللي جنبنا بقى مرجان وزهرة وحيطة جنبك أفر الدوار واحنا فرقتنا معروفة وخصوصا في رمضان دورات رمضان دي عملت ناس كتير كنا بنلم أغلى كويس طيب وانت في الفرقة وانت بتلعب هل الاسرة عندك كان بيداقك لما تنزل الشارع وكانتقول لك الدراسة وبش الدراسة وبتاعه الكلام ده؟ لا وانا كان ليها بعض المفارقات اللذيذة يعني كنا زمان نحط الألم كده في الكراسة اه فتلعب كرة بترمي بقى الحاجات كده على جنب الجونة بتعملها زي عرضة اه فألم ضع مرة فرحت حطت مكانه ايه؟ عصايا اه بس العصايا انا غبائي كان كتخينة شوية ايه مش فأبوها بقول لي في الألم بتقول لها ام وقوت في الألم كراسة فبيبسك كده لقى شجرة مش ألم وكت يوميا حلقة حلوة حلقة انما كنت بتعرف تخرج من البيت بحيجة جتنك تروح هتلعب معك اه هو انا قصت كمان اللي عبت في غازل كفر الدور من سن صغير وانا بتكلم لقى على الفترة عنها الفترة دي طبعا دي يعني عايز اقولك هي اللي اللي كانت في أيامنا بتأسس لعيب الكرة وتخلي عنده مهارة كرة صغيرة و كرة كواتش دي ولا السفنج اه طيب هل الجول كيبر لازم يبقى موهوب؟ ده نمرة واحد نمرة واحد مش مصنوة كل العناصر بتتبني بعد العنصر ده انه يبقى موهوب انت من صورك كنت بتلعب بجول كيبر اه وع الاسفلت كتير وتترمي وانت مميز جدا وكل الفرقة بتتخانق عليك اه عايزك تبقى معاها ايه اللي خليك فقر تلعت حرس مرموك؟ الجسم الجسم اه الطول وال... قلت بقى ده هينفعك في الطبق؟ اه 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 بعدين رحت غزل كفر الدوار من سنة غيرة جدا مين اللي شافك وقالك تعالى نادي كفر الدوار؟ اه كان فيه بقى اللي هو اصدقائي كابتن حسن شحاتة بقى اللي كانوا جيله اه 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 كابتن حسن بلدياتة اه بطة والمش والعربي والعربي لقى سامة بيلا كدت فقفر الدوار جدا اه اه روحت بقى اللي خلت تحت 14 14 اه كنا احسن ملعبين في مصر المحلة وقال كفر الدوار احسن ملعبين فاكر الملعب المحلة دمان طبعا كان عندنا ملعبين يعني حاجة تجنن يعني وصاد بعض كده وبينهم جورة في الملابس وكان نادي غني جدا وبعدين وانا تحت 16 بقى كنت لعب 16 و 18 و 20 واحتياط الدرجة الاول والعيب تطول الجمهورية اه اه 16 و 18 و 20 وانا تحت 16 بلعب المسابقات دي كلها 16 اتنين جنيه ده المرات اه 18 اربعة جنيه 20 عشرة جنيه اول مبلغ خدتو من الفورة كان كام انا بقولك هولي ان ترتيب كده ده كان من كنت بلعب في الاسبوع بعمل لي عشرينية بتاع كده كنت من صغرق بقى اه كان مبلغ طبعا وبعدين اروح اروح بقى البلاد بقى اللي حد بلعب في ده منهور اه اجيب الحاجة المشهولة فيها ده منهور للبيت اه بسوق الفسيخ اجيبه وانا جاي اه انت كنت بتروح بقى اربعة نص صناع اه اه ف ف سنة الفرقة يعني قعدت في الدورة الممتسبة وكان فاضي الماتشين اه وانا سبعتاشر سنة تقريب قبل ما اجي النادي لها العطور اه فكان فيه مدرب الله رحمه اسمه ميمي زاكي كان اه نسمع عنه طبعا اسكندرية اه 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 فقرر ان يديني الماتشين دول كان منهم مباراة ضد ده منهور في استاذ ده منهور كان فيه في ده منهور مدرب مشهول او اسم ابو عايشة صوته اجش كده شوية اه فهو شافني وانا بلعب في الملعب 16 و 18 و 20 و درجة اولى قال لي يا ابنه اما طبعينك اه قلت لعب اساسي في كل دور اساسي اساسي خليش فيه حراس ماربا غيرك لا يعني هو انا اللي كويس اه اه المفروض ان عايزين المدرب بتاعت 16 عايز نالعب بتاعت 18 عايز نالعب بتاعت 20 عايز نالعب عايش كتير عليك كتير طبعا بس هو الواحد بيبقى صغير دير الدير بتقبط برضو بعد المطش اه فا لعبت المطش ده مارب ده تلها 00 و كت انا يعني شايد التين اه فطلع الي توبيس فكابت الفرقة اسم محمد ناهد اه احمد ناهد اه ده كابتل فريق اه كابتل فريق كت انا قد ولاده يعني مثلا كده نعم اللي بقول لك اولي اللغيتنا اسكندرانية احنا في كفر ده اه انا مش عايش في وشك هنا تاني انا قلت انا لعب مطش كويسه قلت لي كده ليه صدوك اه قلت لي يا كابتل ناهد تقول لي كده ليه قلت لي مش عايش في هنا كده تاني اولي اه ما تجيش تاني ايه قلت لي خدي الاثنين جنيه اللي بدا هو لا فانا استغربت رجعت ورا كده ايه قاعدة عايت اه لقيته جايلي بقى قالنا انا مش عايش في هنا تاني انا عادة تروح النادي الاهدي في اختبارات في النادي الاهلي تروح النادي الاهدي اه ما شاف فيك بقى انك كان اه اه ده هو كان العيب كان مجلد كان سردباك حد يودك النادي الاهلي ولا انت اللي روح نحكي لك الخاصة بقى دي كمودية جدا اه اه فالنادي الاهلي في المجلة زمان كان بيكتبوا مواعيد الاختبارات اه فاصحابي خمسة كان منهم الحن اللي هي في القلومبي بعد كده بس كان فيهم حارس مرمى اسمه عاطف اه فاتفقوا مع بعض انهم هيروح الاختبارات بس ما قالوا ليش بس سم عرفت ازاي ايه عست كده فعرفت اه فقالتلي هتروح اتي لها امه مش عشان عاطف وبتاعه وقالتلي هتروح وقالتلي كنا في رمضان في رمضان اه كان فيه اختبارات في رمضان اه لكن في الصيف بقى في عز الصيف اه في عز الصيف اه قالتلي اللي كان في العربية اللي ورا وحتتقابله في محطة مصر بقى خلاص بقى أمر واقع ورسمتلي خطة حلم يا ما شاء الله اه الله يرحم هي اللي كان بتدري عليك بقى لا هي اللي كانت كلها حاجة وكانت بفهمة في علم التغذية قبل احنا بقى ما نعرف الحاجات دي كلها خاطئة كانت أهلوية؟ يعني ما تتعمل لوجبة خفيفة قبل التمرين آه وبعد ما اجي تتعكمني كانت أهلوية؟ أهلوية جداً العيلة كلها أهلوية آه فنزلنا فعلاً محطة مصر وتقابلنا فخلاص بقى أمر واقع دخلنا الاختبارات كان الشيخ طهى والكافة نعوضينا الله أرحمه أول وانت داخل على باب النادي الأهلي كده انه انت حسيته؟ لا يعني انت بقى جاي قرأ ويباهرت هو اضواء المدينة هي من قفر تدورت كل حاجة شداك كل حاجة داخل مغدود قط اللبس لشداك عم حنبولة بالشخصاء العنيفة دي اللي انت في كده الملعب الملعب بتاعنا كانت زمان جميل آه طبعاً السبعينات كان مخاطي ما لعب تيتش ده كان أستاذ كامل وكان.. طبعاً طبعاً وكان كابتن خطيب كان في لندن بيعمل غدروف تفاكر زمان نما كنت بتنزله وتتمرر مع الأجبال عشان تجهزه فكان الكابتن محمود في التأسيم معاكم في التأسيمة دي والشيخ طاها وكابتن عوضين الله رحمه طبعاً الكابتن عوضين بالنسبة لي ده الأب الروحي اللي هو استلامني في النادي الأحيان نزلت الزي.. إزاي قالك تعالى أنا بلعب عادي يعني أنا بلعب 16 و 18 و 20 لعبت التأسيمة عادي هم عارفين الكلام ده ولا مش عارفين لا لا مش عارفين بس شايفين حد بيلعب عادي إزاي نزلت الملعب وإزاي قالك أنت حد سمرنا عشان فيها فيها حاجة كده بعد التأسيمة الشيخ طاها جب ودائماً أنا فكروا بيها يموت مدحك قال لي بص أنا مضعفش أكدب بس النهاردة حاجة دب كتبة بيضة كده عشان أصحابك ما يزعلوش اه ويعني وقع الاختار علي أنا بس بس من ضمن أصحابك اه من ضمن الستة بتوع كفر تدور يا أخي الولدة كانت حسب كده اه الولدة دي يعني لها فضل في كل حاجة اه فجمعنا وقال لهم بصوا جمعناتوا كلكم خويسين بس سحمد حينقضوا عشان ليه قريب هنا حيبات عندهم الخمسة في حس واحد والله ملوء قريب هنا ولا حسن اه قال لهم لا ليه قريب ليه قريب الكتبة البيضة دي اه الكتبة البيضة بعد كده بقى راح عم عبدو عبدو البقاء اه على كفر الدوار جايب ليستزمة لا وانت بعد ما خلصت التمرينة وشافوك جات ازاي قولك احنا اخترناك ما هو الشيخ طه جمعنا بعد التمرين بعد التمرينة وقال لخلاص انت معانا وقلت له بس انا ليه استغنى كابتن في غزة لكفر الدوارنا بلعب اه بس روحت مع اصحابك بقى لا وخلصت تبايت بقى اه لا قال لي هتستنى معانا بقى شوية وكان فيه فندق في شارع رمسيس اسمه كابسيس اه شارع رمسيس عارفوك بحجزولي وبعد كده اتنقلت الشهرة الزادة اللي في وش النادي ده في وش النادي على النيل ده اه وبعد كده بقعدت مع متحة رمضان في المانيال في المانيال اه عن دكات النعاد العزيز شكرا